اشتركوا في القناة لأفلام النساء السينمائيات في تونس وربما حتى أكثر من تونس المهرجين المهم بالنسبة لي لحنا كيف انه في إطار شراكة والتعامل بين المجتمع المدني وبين وزارة الثقافة لدي شخص مدام مونير رنيف اللي هي المديرة العامة المركز الثقافة الدولي بالحمامات وهذا شيء مهم بالنسبة لي لحنا كجيب على تونسيا لنا والسينما لدينا علاقة فيها برشة تفكير وعلاقة التكامل تقريبا مع مؤسسة كما المركز الثقافي الدولي بالحمامات يوم افتتاح مهرجين بعيونهن مهرجين دولي لفيلم المرأة المهرجين هذي هو الأول في تونس اللي هو يعنى بإنتاجات المرأة السينمائية فكرة المهرجين انه يقدم مجموعة من الأفلام لنساء سينمائيات مش بضرورة يحكيوا على المرأة لكن يحكيوا على كل موافع برؤيتهم هما الخاصة البارمجة فمه أفلام من كلها أفلام نساء سينمائيات من جنوب المتوسط من تونس ومن المغرب ومن موريتانيا من سودان دونك برشا أفلام مهرجين فيه أكثر من قسم فيه تكوين أكاديمية مهرجين سينما اللي احنا نظم فيها هذي الدورة الثالثة متاحة كيفية تنظيم مهرجين سينمائي مش يكونوا فيه مجموعة من الفاعلين ثقافيين ومن ناشطين نوادي سينما المهرجين زيد فيه ندوة والطاول المستديرة كل مرة تحكي على موضوع يخص المرأة سينمائية نظم فيه إقامة فنية اللي كتبت السيناريو مع المخرج في بيست الرمسيس اللي هو مجموعة من السينمائيات اللي هما يقوموا بالعمل الأول وإلا الثاني ويجيوا في الإقامة الفنية اللي كتبت السيناريو اشتركوا في القناة